وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبول اليوم أن زيارة وزير النقل والبنى التحتي الكوري الجنوبي هوان كانغ تأتي في إطار حرص المسؤولين الكوريين واهتمامهم بالمشاريع التنموية الكبرى في دولة الكويت وقال الوزير أبول أن زيارة تأتي أيضا تنفيذا للاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر المبارك الحمد الصباح إلى سيول في مايو الماضي وأوضح أن الجنب الكوري يؤكد دائما جديته والتزامه بالمشاريع التنموية الكبرى بما فيها مشروع جنوب سعد العبدالله حيث طلع الوزير كانغ على الخطوات التنفيذية للمشروع بالاستفادة من الخبرات الفنية الكورية